أولا مصطفى حاول هو ومشرق مهند نعيم ورحمان الجبوري والمجموعة المعروفة واللي سرمت قريب منهم أن يأسسون حزب في ساحات التظاهر وراح وفتغلون على كل الساحات حتى تليفوناتنا ما يجاوبون عليهم لا أنا ما جاء يتهم عفوا عفوا أبو بس هم مصدقائنا كلنا إحنا مو بس أصدقائك يعني إحنا نعرف حاول يأسس حزب بالساحات وهذا كله موثق ولكن بعدين فشلت هاي الخطة يعني فشل كاظم يعني أسس حزب بالساحات سووا لهم مقر بالجادرية وسووا لهم ملاعيب العيد والطوفلوس وتعالوا الأمريكان ويانا وإحنا نحميكم وإحنا نسويكم وجابوا تشم واحد عينه ومستشار تشم واحد عينه ومعرف منه بس في نهاية المطاف دماء الشباب هو اللي يوضع الكاظم على المحك وخليني أبدأ بهشام الهاشمي هشام الهاشمي قصة لخ عليها بس بومبيو ثلاث مرات في مؤتمرات صحفية رسمية آخرها كان في زيارة الكاظمي لواشنطن ليش؟ لأن هشام الهاشمي هو مو كشخص فريد من نوعه هشام هو مثل الكي مفتاح يفتح قصة شبيرة وأنا سأقولها على قناتكم وسبتها علي وأتمنى حاكمني مصطفى الكاظمي أتمنى مصطفى الكاظمي متورط بقضية هشام وسيحاكم على قضية هشام الهاشمي وعندي أنا غاية التميمي وثيقة هستغيرت بسليماني هستغيرت بقضية هشام الهاشمي تفضل أقول لك أخوي هستغيرت بقضية هشام الهاشمي لو أنا أحكي عن نفسي أنا أتحمل مسؤولية قانونية وأتمنى السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يدزع لي بالمحكمة إذا ما قدمت الوثيقة على تورط مصطفى الكاظمي في قضية هشام مقتله في قضية تدفين وتطميم زين اللي هي نزلها لقيس الخزعلي لما نقلها غلس ونزلنا هاشتغ غلس غلس وعدنا الوثائق اللي تثبت إن مصطفى متورط